احنا وياكم يا اسرائيل على ايران بالتالي هذا تضليل هذا يخسرنا تحرف السنة عمار لو كنا لو كنا فعلا احنا حريصين على ان نخدم لكوين انا حريص ان اكمل الحواب معك بس باجلي دقيقة موضوع السوري هو موضوع من الموضوع المهم خاصة لما نتكلم مع الدكتور عبد الحميد ديشتي وقرب من النظام السوري قبل ايام البعض في تويتر ذكر او نسب كلام لك بانك تدعو الى اعادة فتح السفارة السورية في الكويت وعودة السفير السوري انا والله مو صحيح ما دعيت ولكن فعلا هي فرصة خلاص احنا شاركنا للأسف باعمال من خلال بعض الناس اللي اعتقدوا ان النظام في سوريا سيسقط منذ سنتين قلنا لن يسقط النظام تعرضت السفارة الى ما تعرضت له عندنا عشرات الالاف من الجالية السورية هان الاواني اليوم ان اطلب من حلش قادة النصر وداعش اليوم مسلمين انفسهم يوقفوا عشر واحد في مقابل لا لا هذي لا قادة قادة جيوش كبيرة موجودة الفرامة شغالة اي واحد من ما وراء الحدود طيب انا قاعد يفرم في سوريا طيب تقف دول الاقليم الدول الاقليمية بعضها ما بقى اللي الحين دولة واحدة طيب طيب خلصت بسوريا اما تتأجج في لبنان وتفجيرات خلق وتصعيد انتهى الوضع في سوريا الوضع في سوريا محسوم محسوم انتهى ولكن هناك من يريد طيب ان يحرق المعبد بمن فيه